طيب توقفنا المحاضرة الماضية عن الموديل بناء الموديل في الديتا ساينس بروسيس حكينا عن الديتا ساينس بروسيس في البداية عندي مرحلة استكشاف البيانات بعدين تحضير البيانات بعدين تخطيط بعدين المرحلة هذه الموديل في المرحلة السابقة وفي الخطوة السابقة انت تأخذ قرارات تعمل بلانك وتتخذ قرارات في العديد من الأشياء يعني انت تريد تعمل classification أو regression ما هي الطازكة المطلوبة منك انت تريد تعمل ما هي الألغوريثم التي تريد تستخدمها انت فيها على سبيل مثال ممكن يكون مطروح 7 خوارزمية تريد تختار ثلاثة منها انت على سبيل المثال في عندك بدك تعمل feature engineering أو feature selection بدك تتخذ كل القرارات فيما يتعلق بهذه الأشياء عشان تيجي في مرحلة التنفيذ في model building انه انت بس تنخذ باب ينفع انه انت لما تيجي تبني بابنا انه انت تيجي تقول وانت قاعد بتخلط في الخلطة تبعتك في البطون تيجي انه تقول يفترض ان احنا نعمل عمود هنا وبدنا نعمل عمود هنا لا يفترض من البداية ان انت تخطط على الورق وين أماكن الأعمدة وين الأساسات اللي انت بدك تحطها وبعدين في مرحلة التنفيذ بس بتنفذ هذا الكلام على حسب الورق اللي موجود معك تمام يبقى هنا بدك تعمل بدك تطبق الاناليسس باستخدام البلانت ميثود اللي انت حددتها في البلانت ميثود عادة هذه البروستس بتكون اتريتيف وعادة انه الفيز هذه ممكن انه انت تعملها كفيز منفصلة محصود هنا كفيز منفصلة معنى ذلك انه انت مشجوب يعني ممكن انه انت تعملها بمعزل عن ال data science process ليش؟ لانه تحتاج لوقت طويل time consuming من وين هذا الوقت بيجي؟ بيجي الوقت انه انه انت بتستخدم بيكون في عندك هنا الفوليوم تبع البيانات كبير يعني انت في مرحلة ال model building بتكتبني model وال data set انت عندك عبارة عن 100 مليون او 100 ألف فهذه عبارة عن يعني الفوليوم تبع البيانات كبير فرح ياخد وينك وقت عشان انه انت تبني model فممكن انه الموديل يعني ياخد في مرحلة البناء سبع ساعات بسبب انه الفوليوم تبع البيانات كبير فتخيل انه انت لما يكون في عندك ثلاث او اربع خوارزميات بدك تطبقه فالعمر منك هيحتاج بعض الوقت هذه الشغلة الشغلة الثانية في عندك حاجة اسمها ال hyper parameter tuning ضربنا عليها مثل مثال المحاضرة الماضية حكينا انه خوارزمية ما خيلها براميتر اسمه K مثلا تمام والK هذا بياخد قيمة ثلاثة اربعة خمسة فمعنى ذلك انه انت بدك تعمل تجربة لما يكون ال K ثلاثة تعيد التجربة هذه من اول وجديد لما يكون ال K أربعة وهكذا فعشان هيك انه هذه وممكن انه انت تعملها بشكل منفصل يعني تعمل هنا اتريشن جوا هذي الستيب بمعزل عن البروسيس الكلية تمام وهنا بدك تحط ال performance indicators انت عندك يعني بمعنى اخر بدك تعمل جدول الجدول هذا بدك تحط انت عندك ال models هي M1 هي M2 تمام كل واحد بدك تسجل ال performance لما نستبع تمام فبدك تحدد كيف تحسب ال performance لانه انت في عندك اكثر من performance indicator وكل واحد يقيله طريقة حساب لاحظ انه model building بس احنا شرحناها في سلايد واحدة لانه تنفيذ لبلان انت قضيت في حكينا في البلاننج اكثر من سلايد تفل البلاننج حتفكر في كثير شغلات تخدي يعني يعني بصددها قرار اما هنا في التنفيذ خلاص يعني تحصيل حاصل الخطور اللي وراها اللي هي communicate result communicate result لابدك تجاوب على السؤال الاساسي اللي هو هل البروجيك كان سكسيسول ولا لا هل المشروع كان ناجح ولا لا اذا بتتذكر في مرحلة discovery تمام حكينا انه من ضمن الشغلات هاي ارجعلك بشكل سريع حكينا انه هنا في مرحلة discovery بدك تحدد انت عندك success criteria تمام بناء يعني على اتفاقك مع ال business owner او ال end user اللي هيستخدم النظام هذا بشكل نهائي فانت الان في مرحلة result بدك تشوف هل انت وصلت للنسبة هادي اللي متفق عليها ولا لا اذا وصلت معنا ذلك انه المشروع ناجح تمام هادي الشغلة مرات بيحكوا عنها انه هي user acceptance او ال UA A على اي اساس انه ال user هيقبل النتيجة اللي انت عملتها بناء على معيار معين اذا انت والله الموديل تبعك جبته انه نتيجة تبعتها او دقة تبعته 90% 95% وهذه النسبة اللي احنا اتفقنا عليها فبالتالي انه الامر تمام 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 هكيت كذلك في هذه المرحلة هكيت كذلك بيكون بامكانك انه انت تقارن النتائج تبعت ال Hypothesis تقارن النتائج مع ال Hypothesis اللي انت افترضها في مرحلة discovery في مرحلة discovery احنا حكينا انه انت تعمل عديد يعني من الفرضيات ما هي الفرضيات هذه حكينا انه على سبيل المثال انا بتوقع انه Deep Learning يتفوق على على بقية الخوارزميات او ممكن اجي اقول انه الله سبورت فيكتور ماشين هيجيب افضل نتيجة او ممكن اقول انه الفيتشر هذا العمود هذا والعمود هذا هم اهم عمودين في عمل التارج التبع فانت الان بعد ما طلعت معاك النتائج تقدر انه انت تفحص هل فعلا هذو عمودين كانوا اهم شيء تكون انت حذرت التارجت او انه هل فعلا انه الالغورثم الفلاني هو وجاب احسن نتيجة هاي يعني مرحل يعني معنى المرحلة هاي بعد ما تكتعمل ايش الاستنتاجات الاساسية انت عندك الاستنتاجات الاساسية بتيجي تقول باختصار الالغورثم كذا هو افضل الالغورثم الفيتشر كذا هي افضل وهكذا كذلك بدك تعمل كونتيفاي للفاليو تبعه الريزول تمام شو معنى في هذا الكلام هنا ذلك انت بدك تجيب البزنس فاليو او الاكسبكتد ريتيرن او الاستنتاجات او روي اضرب لك هنا فيها مثال المثال هو اضرب لك سابقا ان انا في عندي موديل الموديل هذا يتنبأ انه المستخدم هذا او الكستمر هذا سيشتري او لا تمام انا سابقا بما انه انا مش عارف مين سيشتري ومين سيشتري بروح بعملهم اعلان لكل واحد بشكل متفرد لنفترض انه الاعلان بكلف للزبون الواحد دولار فبالتالي التكلفة كيف ستكون 10 تلار دولار شو السبب انا مش عارف مين سيشتري ومين ما سيشتري اي نعم هم بيستجيبوش لالي بالكامل يعني انه كل مرة بعمل الشألة هذي مش كلهم انه هم بيشتري تمام ولكن انا مش عارف مين هم اللي هيشتروا فعلا ومين مش هيشتروا عشان هيك ببعت للكل لكن بعد ما عملنا المشين ليرننج موديل المشين ليرننج موديل المشين ليرننج موديل حكالي انه من 10 تلاف بس انا عندي هنا على سبيل المثال 1000 سيشتريوا حدد لي مين هم جاب لي الاد اي دي تابعه والمشين ليرننج موديل هذا الدقة تبعته على سبيل المثال 70% شو معنى هذا كلام معنى كلام انه من الالف هدول 700 انه الدولار اللي انت حطيته لكل واحد فيهم مش هتخسروا تمام وحتخسر بس ايش 300 دولار كخسارة تمام هنا في هذا السيناريو كم الخسارة الخسارة ونفترض انه هم في الغالب انه 1000 يستجيبه بس مين هم الالف انت مش عارف عشان منك تبعت للكل فبالتالي الاخسارة انت عندك هنا 9000 اما هنا الاخسارة كميش بس 300 دولار واضح ايش معنات انه انت تعمل كونتيفاي للفاليو تبعت الريزلت تبعتك بناء على الاكوريسي درت احدد انه الاكوريسي موديل بهذا الاكوريسي حيوفر عليك فلوس بدل ما انت تكون تخسر 9000 صار تخسر بس 300 دولار عشان هيك بالنسبة له موديل حتى لو كانت دقة تبعته بس 70% بالنسبة له ممتاز جدا انه انت يكون عندك القدرة انه انت تحدد مين حيشتري او مين مش حيشتري هذا الاشي ممتاز بالنسبة له وممكن انه انت تعيد حساب هذه القيمة لو كانت او لو رفعت يعني في حال انه انت رفعت دقة الموديل إلى 90% تقدر تحسب قديش التوفير رح يكون او قديش انه الاخسارة رح تكون بالنسبة له فبالتالي انت في هذه الحالة وفرت 9000 دولار على فبالتالي هذا هو الاستثمار اللي عنده فبالتالي حيقول لك انه الموديل هذا مش اخسارة الفلوس اللي احنا استثمارنا فيها هذه الشغلة الشغلة الثانية هنا في عندك حاجة اسمها state of the art ايش ال state of the art معناها؟ state of the art state of the art هي عبارة على المصطلح ومعناها احدث ما توصل اليه العلم تمام؟ احدث ما توصل اليه العلم احدث ما توصل اليه العلم نفترض انه انت في عندك حاجة يعني تعرف باسم sentiment analysis ايش sentiment analysis؟ انه انت تاخد social media post وتروح تحلل انه هذا البوست ايجابي ولا سلم نفترض شركة الانترنت انه عندها مشاكل كثير وتقول لك انه انا بدي احلل التعليقات على البوستات تبعتي في social media تخيل مثلا شركة جوال كل بوست هي بتعمله تمام؟ اكيد في عليه تعليقات كثير بدي احدد كل تعليق هل هو ايجابي ولا سلبي عشان تديني نسبة في الاخر انه تقولي والله 70% من التعليقات كويسة او 70% من التعليقات مش مبسوطة من الشركة تشكي من سوء الخدمة او من ردائة الخدمات مثلا نفترض انه الدقة اللي انت عملتها في هذا النظام كانت 80% معانا ذلك انه يعني البوستات بيجيب انه هي فعلا صح ايجابية او سلبية بنسبة 80% يعني بيغلط في 20% لكن يعني احدث ما توصل اليه العلم في انظمة التعليقات انه هي بتوصل لغاية 97% فبالتالي النظام تبعك سيء ولا كويس سيء لانه النسبة انه هي ممكن التوصل 90% و 97% وبالتالي انت بالنسبة لك مش مقبولة الآن حاليا لانه انت تعمل سيء سيء لانه بعيدة تجير على state of the art وتحط طيب هنا بنا نعمل لـ نتائج هذه بدنا نلخصها ل جمهور مختلف لا فئات مستهدفة مختلفة ايش التصنيف تبعهم تصنيف تبعهم تصنيفين تكنيكل وكمان نن تكنيكل ايش تكنيكل و نن تكنيكل تكنيكل يعني ناس متخصصين في الـ IT زيك زيهم لما انت تيجي تحكينهم بتفاصيل والله جربت خاوريزمية كذا وكانت تلكي حطيتها ثلاثة و أربعة و خمسة وطبقت feature engineering و feature selection حيكون فاهم الكلام لكن واحد business user يعني business user عادي تيجي تقول له انه انا عملت feature engineering ايش feature engineering مش حايفة ماذا الكلام فبالتالي النتائج انت بدك تلخصها لفئات فئات مختلفة والفئات هذه التصنيف تباحها technical و non-technical نأتي للـ الـ operationalize operationalize لانه انا بدي اعمل implement للـ result بمعنى اخر انه انا افضل model بدي ااخده وانزله اعمله اعمله deploy طبعا الـ deployment انت عندكم technical كيف ممكن تعمله اضرب لك مثال انت في لما تيجي تعمل mobile application الموبايل الـ application انت بحتاج انه هو يكون في عنده اتصال بالـ database بس هل هياخد اتصال على الـ database بشكل مباشر user name و password ويصير في عنده يكتب جمل الـ SQL لا بطبيعة الحال لا ويصل الـ database من خلال ايش؟ API الـ backend developer بعمل expose لجزء من الـ database للعالم الخارجي من خلال API عشان الموبايل developer يشبك على الـ API هادي اخد بيران من الـ database ويعرضها على ويعرضها جوات الـ mobile application جوات التطبيق وانت هنا بالنسبة للـ machine learning model نفس الفكرة ايش هتسوي؟ هتاخد سيرفور تنزل عليه الموديل تمام؟ الناس اللي بدهم يستخدموا الموديل هادا كيف هيصلوله؟ من خلال API تتتفق انه في الـ API هادي يفترض انه انت تمرر له X وترجع له Y تمرر له Features وترجع له Prediction تمام؟ طبعا هنا بدك تشغل السيرفور تبعك هذا في وضع الـ Pilot عشان ايش؟ عشان اذا في اي exception او اي failure تهندله بدك تنزل انا انضح لومي وكما انت من الـ API فهدو اكثر مكانت ان يستخدموا قاعدوا فهنا وجدوا ان يطلبوا باستخدامها فأنا أريدك باستخدامها تريدك أن تستدعي من الـ API وكما تحطيها براميتر كذا وكذا وكذا وانا راح ارجع لك كذا هي شكله عشان انت تيجي تستخدمه عندك تمام وهم فعليا مش بساوه زي كا انه بلعبوا كرة قدر بباصوا لبعض بقوله انا ببصيلك كذا وانت بصيلي كذا تمام حاجت من ايش الاكسبشن بيجي الاكسبشن بيجي الاكسبشن بيجي انا بفترض انه انت لما تيجي تبصيلي على سبيل المثال يفترض انه انت تبصيلي A B C C انت بحطيلي هي هنال فاضية وهذا سبب اكسبشن عندي تمام فعشان هيك لازم الاكسبشن هذه كلها تتهندل فهو بيجي بحكي لك انه في عندك اكسبشن في عندي 2 اكسبشن هدول بدي اهندله فعليا بيستخدموا هذه اللغة صح تمام وانت هنا في machine learning برضه هتسوي نفس الشيء انه انت هتعمل هندله لكل الاكسبشن عشان تتأكد انه الموديل شغال 100% ايش كمان في ال operationalize انت تحدد البروسيس عشان ايش تعمل تعمل update و retrain للموديل احنا حكينا هذا الكلام حكينا انه بتعندك البيانات انت بتستخدمها عشان تدرب موديل ده الماشين ليرنينج موديل صح طيب بعد فترة توفرت البيانات اكتر بعد 6 شهور توفرت بيانات اكتر يفترض انه انت تحدث الموديل تعمل update للموديل او بعبارة اخرى تعمل retrain يعني البيانات اللي بتتوفر انت عندك فيما بعد يفترض انه انت تدمجهم مع بعض تمام وتعمل هنا retrain شو السبب السبب انه انت كل ما كترت عندك البيانات بيزداد اداء الموديل بتحسن فبالتالي لازم تحسنه باستمرار هذه الشغلة الشغلة التانية الموديل بتصير انه outdated ايش يعني outdated تصير قديمة ايش يعني قديمة تصير انه الموديل هذه الشغلات اللي تدرب عليها جد اشياء جديدة عشان هيك اعادة التدريب واجب لازم من اكتر النماذج اللي هي بتحتاج تحديث باستمرار نماذج الكشف على الاخبار الكاذبة يكون في عندك نموذج انت بتديره الخبر بيقولك انه الخبر هذا حقيقي او مزيف ليش؟ لانه اللي بروجه للاخبار المزيفة بيستخدموا نمط معين في الترويج للاخبار المزيفة ممكن انه الموديل يكدر انه هو يكشف فحاجات الاخبار المزيفة عاملة زي الموجات كل مرة بينشط موضوع مختلف قبل كان في عندك اخبار مزيفة كثير على القرون بعدين صارح عندك اخبار مزيفة اكتر على الانتخابات بعدين يجا موضوع تاني اللي هو موضوع الحرب تمام؟ في الحروب انت عندك بتنشط الاخبار المزيفة على السوشال ميديا لأهداف سياسية بطبيعة الحق فبالتالي انت لو ضليتك بلزق في الموديل اللي انت بانيه من سنة حسير الموديل هذا يطلع لك نتائج غلط فلازم تعمل له ريترين باستمرار تعمل له ابدات باستمرار وانت بالنسبة لك نفس الشيء الكاستمرز بتغيروا الانماط الشرائية تبعونه يعني بيتغيروا لو انت كان انت باني موديل للكاستمرز طبعا وطيرة التغيير مش هتكون سريعة اكيد بطبيعة الحال ممكن تتغير الانماط الشرائية للزبائن كل خمس سنوات كل سنتين كل ثلاث سنوات فعشان هيك انت هنا محتاج انه انت تعمل هذه في بروسس منفصلا فانت في عندك الديتا ساينس البروسس الكبيرة وفي عندك بروسس للأبدات ايش هي البروسس تبعت الابدات ايش حكينا في البروسس بتحط انت عندك سياسات وقوانين على كيف ان احنا بدنا نشتغل تحدد فيها ايش المفروض ان احنا نعمل صح؟ يخطط فبالتالي هنا في البروسس تقول انه هذا الموديل يفترض انه يتم تحديثه كل ثلاث شهور او كل ست شهور تحدد الفترة الزمنية على حسب طبيعة البروسنس او حسب طبيعة البروسنس اقول كيف انه محتاج ان يتحدث او حسب توافر البيانات تمام واضح يا شباب واضح طبعا هنا عندك data science process طبعا هنا حطيت لك إياها بشكل مفصل ماذا الفرق بينه وبين data science process اللي عرضناها في بداية هذا البات انه هنا انت في عندك خطوات مفصلة يعني عسابين مثال قد تجد انه مثلا deployment وال monitoring وال maintenance هذي كانت في ال process اللي شرحناها سابقا خطوة واحدة تمام ماذا هي هذه الخطوات problem definition data collection and cleaning هنا حط مرحلة منفصلة على استكشاف البيانات exploratory data analysis أو ADA هذا المصطلح حيمر عليكم بدرجة كبيرة فعشان هيك النوع حطوا هنا في step 1. منفصلة موجودة الآن على model حدست الموديل تمام بس اللي انت تطابعه مش موجودة على الموديل مش موجودة لا محدثة الآن على الموديل تمام بعدين في عندك step تبعت feature engineering هذه الخطوة مهمة جدا لماذا؟ لانه انت بدك تقرر انه text مثلا كبتك تحوله لأرقام في طرق عديدة أو مثلا انه انت كبتك تعمل feature selection انه feature selection حكينا انه عندك 30 عمود بدك تختار اهم 3 او اهم 10 او اهم 5 فعشان هيك انه محطوطة في استبلحان بعدين model training بعدين evaluation فاصلهم تمام deployment تعمل deploy the model وعندك monitoring و maintenance اللي هي بتشمل موضوع retrain لانه retrain انت بدك تراقب الموديل كيف بدي اراقب الموديل فهذا الكلام predictions كيف بدي تأكد انه هي صح بدي اتخزنها في مكان ما في database تمام هذا هو monitoring انه انت تعمل log لكل predictions اللي بعمل هالموديل انه انت تخزن predictions هذه في table في مكان ما في database عشان ترجع لها بعدين وتعرف انه وين كان يغلط وتحاول انه انت تحسن فيه في المنت نفس اوكي نأتي الان للأدوار ايش تعريف الدور؟ تعريف الدور هو عبارة عن function او جزء من process كمان مرة role هو عبارة عن function شغلة وظيفة صغيرة محددة او جزء من process اكبر شوي تمام الان السؤال هل الرول هو نفس الperson؟ اوه ما معنات هذا السؤال؟ هل شخص ممكن يقوم باكتر من دور؟ ممكن ممكن وهل الدور هذا ممكن يقوم به باكتر من شخص؟ طبعا ممكن فعشان هيك حضرت لك انه role لا يساوي person مش دايما انه role واحد لازم يشتغل عليه person واحد person ممكن يشتغل عدة ادوار يعني انا ممكن اشتغل في تحضير البيانات وممكن اشتغل في model creation بشتغل two roles وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت ال role model creation ممكن يشتغل فيها two data scientists عادي بشتغلوا مع بعض بتعاونوا مع بعض تمام؟ حاجات تحديد الأدوار بيساعدك في تحديد المهام والمسؤوليات مثلا انا عزبيلي المثال انه انت تقول software developer خلص معروف انه المهام تبعته انه يعمل coding او data based administrator او project manager دعنا نشوف ايش الادوار هذه اول دور انت عندك ال business user مين هو ال business user؟ المستخدم النهائي اللي يستخدم النتيجة النهائية طبعا الناتج النهائي انت في المشروع هو عبارة عن machine learning model هو اللي يستخدمه طبعا من خلال انترفيس معينة تمام؟ بعدين في عندك project sponsor اللي هو الراعي او الممول تبع المشروع هو في العادة بيكون هي الشركة اللي بدها هذا المشروع تمام؟ تطرح هذا المشروع بتوفر له تمويل تمام؟ وهي بتحط له project manager وبتجيب كل الادوار وبتقول لهم انتو اشتبلوا مع بعض عشان تنجزوا هذا المشروع بعدين ال project manager ايش ال project manager؟ بده يتأكد انه انت عندك مراحل اللي يفترض انه يكون فيها تسليم في المشروع يتأكد انه هي تم انجازها وتم تسليمها بالجودة المطلوبة تمام؟ بيعمل plan و manage لل resources ايش ال resources انت عندك؟ resources في المشروع human resources تمام؟ اللي هو الاشخاص اللي بدير الاشخاص وقل له خذ انت اشتغل هذه المهام والله هذا الشغل اللي هنا كتير محتاج كمان اشخاص هجيب حتى نساعدك هاي معنات انه هو بيعمل manage لل human resources تمام؟ بالاضافة ل resources المادية اللي انت بتحتاجها الادوات وال infrastructure ووفر لك الامكانيات المادية عشان تنجز المشروع عادة بتم انجاز المشروع من خلال g raport عارفين ال g raport يا شباب؟ عارفينها؟ ال g raport عبارة عن لوحة تحتوي على ثلاث قوائم هذه القائمة عادة تسمى to do وهذه مثلا doing او in progress to do to do to do to do لا اشياء قيد الانجاز حاليا ولا اشياء اللي خلصت او تم انجازها فبالتالي هنا في هذه القوامة انت بتخط مجموعة من المهام مجموعة من المهام هذه المهام اللي يفترض انت تسويها لسه ما بديت فيها ولكن يفترض انه انت تسويها هذه المهام اللي انت شغال فيها حاليا هذه المهام اللي انجزت مجموعة هيك انا بقدر اتخيل انه ايش المهام اللي تم انجازها ايش ضايل عليها مهام طبعا كل مهمة انت ممكن تعملها assign ل person معينة ممكن انه هذه التاسك اقول انه فلان وفلان يشتل عليها هذه فلان بس جواتها جوة البطاقة هذه انت عندك في جيرابورد هذه التول تقدر تسوي فيها هذا الكلام هالجيت التاسك هاد اذا خلصتها تنقلها بتحطها من هنا لا هنا عفوا مش اذا خلصتها اذا بديت تشتغل فيها خلصتها خلصت هاي بتروح تنقلها بتحطها من هنا لا هنا فسهل على project manager انه هو يدير المشروع ضمن اطار زمني معين تمام بعدين انا عندي business intelligence او business analyst ايش حكينا فرق بينه وبين data scientist والحاضر بس ما بيشوف المستقبل مستقبل بدك في machine learning model تمام فبالتالي كيف بيشوف الحاضر والماضي من خلال dashboard داشبورد داشبورد هاي بتكون معبر عنها من خلال key performance indicators او KPI ما هي مؤشرات الاداء مؤشرات الاداء مؤشرات الاداء لازم متعبر عنها برقب معشر الاداء يعني على سبيل المثال انا في شركة الانترنت تبعتي في عندي تكاليف وش في عندي بنية تحتية واسلاك وصيرفرات وراوترات وهذه الشغلات بتسحب كهرباء وفي عندي فنيين بتفعله رواتب وفي عندي سكرتاريا تمام فعشان هيك انا بقول من مقييس الاداء تبعي انه عدد المشتركين عندي يفترض ما ينجس عن كذا لو انا صار عدد المشتركين عندي اجل من كذا مع ذلك انه خلاص انا اخسر لازم يكون فوق هذا الرقم عشان يكون في عندي استمرارية ما اخسر تمام فعشان هيك انا بحط هذا التارجت امام قسم التسويق والمبيعات وقلهم خلي باركم عدد المشتركين عندنا لازم يكون فوق هذا الرقم قل عنه هنسكر بدك تجيب مشتركين من تحت الارض مشكلتك هذي داب بالراسة تمام فانا عندي مؤشر اداء انه انا شغال كويس بربح ولا لا بناء على عدد المشتركين ممكن يكون كذلك عندي مؤشر اداء للاداء الموظفين كيف ممكن اقيس اداء الموظفين عدد المهام المنجزة في اطار زمني محدد لازم احدد الاطار الزمني اسبوع شهر تمام فبالتالي ممكن يكون فيه عندي هنا في الداشبورد رسمة زي هكي انه هذي عدد المهام للموظف الاول في الاسبوع هذا هاي الموظف الثاني هذا التالت هذا الرابع واضح جدا انه موظف هذا مقصر هذا الرابع هذا الرابع كيف في الماضي ممكن هاجه هذا الموظف المقصر هذا اقول له انت الاسبوع اللي فاته والاسبوع اللي فاتت كلها كان اداءك منتاز انت الاسبوع هذا وضعك مش تمام ايش بوشكلتك هاي معناته ان انت بتشوف الحاضر والماضي لاحظ انه هاي الادوار اتداءا من هنا لهنا الديتا ساينتس موكن انه هو يعمل فالديتا ساينتس موكن يشتغل شغل البيزنس اناليست في عندك رول ثاني اسمه الديتا انجينير عادة انه هو بيعمل حاجه اسمها باي بلاي ايش البرودكشن يا أستاذ اللي كان في الانترودكشن البيبلاين اللي كان في الانترودكشن هو فعليا بيمدد انا بيب انا بيب للبيانات مش للمية انا بيب للبيانات بيشبك هذه الانبيب من مصادر متعددة بخليها تصوب غين في مكان واحد الديتا ويرهاوس هذا اسمه الديتا انجينير بيعمل باي بلايين ويش بيطبق اي تي ال اي تي عمليات ال اي تي ال او ال ال تي تمام الديتا ساينتس برضو ممكن يشتل هذا الشغل ممكن يعمل ايش كمان عندك الديتا باي بلايين ايش وظيفته يعمل الديتا باي بلايين ايش وظيفته يعمل انه بيكون اكسبرت في تحليل البيانات والديتا موديلينج وبرضو كذلك ممكن انه هو يساعدك في تطبيق الاساليب التحليلية لبزنس بروبلم وكمان بيتأكد انه تم تحقيق الاهداف تبعت المشروع عشان نتبين معاك الصورة اكثر هذه الصورة بتلخص لك الموضوع هنا ايش في عندك ايش في عندك ايش في عندك ايش في عندك موديل بيلتنج موديل ديبلويميات هذي ايش هذي البروسيس بمعنى اخر انت عندك الادوار هذه المختلفة تشتغل على خطوات مختلفة في البروسيس يعني الديتا انجينير عليش بشتغل بشتغل على data collection و cleaning الديتا اناليست بشتغل على data cleaning و exploratory data analysis بعدين انت عندك هنا لغاية هنا بس بشوف الحاضر والماضي ما بشوف المستقبل بدك رول اسمه machine learning engineer ايش بشتغل model building و deployment فعليا المسميات هذي انت راح تشوفها على الانترنت لو انت مهتم انت تشتغل في هذا المجال ممكن انت تلاقي مسميات وظيفية بهذه الاسماء على linkedin او على اي مكان بتم طرح فيه وظائف في هذا المجال لما انت تلاقي المسمى الوظيفي machine learning engineer خلاص صرت عارف الان machine learning engineer ايش بسويه بابني الموديل وبعمله deploy اللي قبله مالوش فيه دعوة ليش لانه فيه حدا تاني بشتغله انا بس هكون متخطص في هاي الشغل في الوظيفة تمام حين data scientist بده يكون عنده القدرة انه هو يعمل هاي الشغلات كلها تمام ممكن انه هو يقوم بيها بنفسه تمام لو كان هو لحاله في الفريق او اذا كان مثلا على سبيل المثال يعني فيه عنده حدا انه هو يشتغل معاه في الفريق فممكن انه هو يعني يساعد المهام هاي تمام فبالتالت data scientist ممكن انه هو يشتغل شغل machine learning engineer واذا كان فيه machine learning engineer وبيساعده ممكن يشتغل شغل data analyst لو مكانش موجود كان موجود بيساعده وممكن يشتغل شغل data engineer لو مكانش موجود كان موجود بيساعده تمام واضح ففعليا انت كمان مرة بتصير انت عارف المسمى الوظيفي هذا Data Engineer والData Analyst ايش الادوار اللي بيقوم فيها لو كانت في انت عندك وظائف مطروحة بهذه المسمى يبقى حكينا عن البروسيس حكينا عن الادوار ايش ضايل نحكي على الديليفرابل ايش الناتج تبع البروسيس هاي تمام انت في عندك عدة نواتج ايش هي النواتج هذي الناتج هذا الديليفرابل بيكون مكتوب انت جزء من الكنتراكت احنا وظفناك Data Engineer ومطلوب منك انه انت تسلم بايبلاين ومطلوب منك انه انت تعمل ADL وبتوقع سلمني كذا وكذا وكذا وظفناك عنا Data Machine Learning Engineer بتوقع منك انه انت تسلمني model وتعمله deploy بيكون مكتوب في الكنتراكت تمام تمام طبعا هاي الشغلات اللي انت بتسلمها لازم بتكون ضمن ما اتفقت معه مع مع الستيك هولدر يعني قالك بدي Machine Learning Model الدقة تبعته فوق التسعين ونفعش تنزل يعني تسلمه حاجة مثلا في التمانين تمام بعدين احنا عرفنا هي Deliverable وحكينا هنا هي بتكون مكتوبة في العقد ايش هي Deliverables في عنا 4 Deliverables مش احنا حكينا انه انت في عندك مرحلة بتختبر فيه الموديل بتعمل فيه test للموديل بتقيم نتيجة تبعته اذا كانت النتيجة اللي انت طلعتها على test data اللي هي انت حطيتها بمعزل عن الموديل ما شافحه بالمرة هنات النتيجة نفس المطلوب او اعلاف خلاص تقدر تحدد يعني كيف؟ كيف؟ البروزس هذي iterative بتعيد الكرة من اول وجديد بتشوف انت في عندك اشياء مكنتش فاهمها في البيانات بدك تعيد تستكشفها تاني فيه شغلات في الATL يفترض تحضر البيانات بشكل افضل تمام؟ يفترض انه مثلا انه انه انت تجرب algorithm تانية انت ما جربتها ممكن جيب لك نتيجة احسن فبدك تعيد البروزس من اول وجديد تمام؟ يبع حكينا انه deliverable هي شغلة ملموسة او غير ملموسة ملموسة زي ايش مثلا؟ الموديل machine learning model او data pipeline غير ملموسة انه انت تعمل deploy deploy هذا عبارة عن خدمة الموديل تبتيجي بتقولي انه انا بدي اياك تسليمني الموديل بقول لك خاد تفضل هاي الموديل طب نزلي اياه تنزيله هاد خدمة تمام؟ عشان انت عندك tangible و intangible ملموسة و غير ملموسة تمام؟ و حكينا انه هادي عادة بتكون مكتوبة في العقد تبعك و لازم تكون حسب المتطلبات اللي حددها لستيكهول ايش هي هادي deliverable؟ في عندك اربعة deliverable اول حاجة sponsor presentation ثاني حاجة هذا presentation برضو بس بالنوع ثاني و عندك code و technical specifications و اكيد هتكتب code في data science project هذا لازم تسليمني ايش sponsor presentation بيعرض big picture لانه الاشخاص اللي انت هتعرض لهم هذا الكلام اشخاص non-technical هادول business users ما يلهم دعوة بالfeature engineering ولا feature selection ما بعرفوا هذا الكلام فبالتالي البرزنتيشن هذا لازم انه يكون سيمبل و بيحتوي على visualization عشان visualization بيساعدك في توصيل المعلوم بابا بابا انه انت تحكي له من هنا جربت algorithm كذا وجربت الكي لما كانت 3 والكي 4 وجربت features selection و اخترت افضل 3 features تقول لك ايش ال features و ايش الكيب باختصار انت ممكن تبسط الموضوع و تقول اننا جربنا 7 models تمام؟ افضل واحد فيهم كان النسبة تبعته هالجد تمام وهو بيلبي المتطلب تبعك وبتعرض النتاج طبعا هنا لازم تذكر ان انت جربت 7 models عشان تبينه انت عملت effort مش التتيجة تقوله انه احنا عملنا model تمام؟ والmodel هذا نسبته كانت هالجد و خلصنا فهو هياخد فكرة و كأنه انت معملتش حاجة تمام؟ فهذا لازم يكون انت عندك clear take away messages ايش ال take away messages ايش ال take away messages شغلة تروح فيها صح؟ نعم لا غاو Excacion فقيت التك away من المخاضرة هذه فقيت بعدما كل واحد مننا اذهب في حال سبيله و انتم تروحوا على البيت و انا اروحوا على البيت تمام؟ ويجي حدا يسألك يقول لك إيش التكويه بالمحاضرة اللي انت أخذت اليوم في ال Data Science بالضبط بالضبط إيش اللي حصلته وروحت في ضل عالق في ذهنك لو انت ضليتك تحق في راسك وتقول إيش التكويه إيش التكويه وتفتش في جيابك هيت وتقول والله ما كنتش في المحاضرة مركز أصلا يعني أو ممكن تيجي تقول إنه التكويه الشغلات اللي انت فعلا بروحت فيها ضلتها راسكة في ذهنك إنه إحنا عرفنا إيش هي Data Science Process تمام؟ بديك تديني الزبدة عرفنا Data Science Process عرفنا في عدة أدوار تمام؟ وعرفنا إيش المفروض إنه هو يتسلم في نهاية البروسيس خلاص 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 هذا التكويه بدون بتحكيلي تفاصيل واضح؟ تمام؟ فأنت بدك إنه إنت في الاجتماع أو في البروسيس بدك تعمله لـ Sponsor بدك إنه تحضر Takeaway Messages لما يخلصوا من الاجتماع يقولوا إنه آه والله المشروع هذا يعني مش إخسارة فيه الوقت ولا الفلوس اللي إحنا ضيعناها أو صرفناها على هذا المشروع تمام؟ أو يساعدوا في إتخاذ هذا القرار خلاص هذا المشروع بدنا إياه بدنا نزله بدنا إنه يعني نستخدمه في البزنس تبعنا بدنا إياك تعمل له مشروع تاني كمان ففي الثالث Takeaway إنه خلاص بيكون عارف إنه المشروع هذا تخلص المشروع هذا حقق الـ Success Criteria اللي تم تحديدها في البداية تمام؟ وخلاص بس وضعوا أي تفاصيل تاني تمام؟ عشان هيك لازم إنه should aid decision making حقق الـ Success Criteria خلاص أعملوا له deploy بدنا إياه هذا يا شباب تمام؟ الـ Analyst Presentation إيش الـ Analyst Presentation؟ بشرح فيه الـ Analysis Method والـ Data كيف أنت الطريقة التي تتبعتها في هذا المشروع؟ تحكي general approach إيش الـ Interesting Insights؟ تمام؟ إيش الـ Unexpected Situation؟ إيش الشغلات اللي طلعت لك هيك فجأة ما كنت أنه أنت متوقعها؟ تمام؟ إيش الـ Interesting Insights؟ ممكن أنت تتلاقي إنه إحنا وجدنا حاجة غريبة عند الـ Customers وحاجة غريبة عند المشتركين شغلة ما كناش نتوقعها خالص وهي كذا 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 تمام؟ ثم تشرح تفاصيل عن كيف الـ Result غيرت الـ Current Status يعني بناء على النتائج كيف تغيرت الـ Business Process الحالية؟ هل تحسنت؟ هل تسرعت؟ إيش النتائج تبعتها؟ تمام؟ وكذلك برضو بتحكي على الـ Advancements تبعت الـ State of the Art إنه إحنا جبنا هل قد وفي الـ State of the Art هل قد إحنا مش بعيدين عنه تمام؟ ممكن إنه هنا تستخدم visualization أكتر تعقيدا من الـ Visualization في الـ Sponsor Project الـ Sponsor Presentation تمام؟ الـ Code والـ Technical Application كل الـ Code تبعت المشروع يجب أنه يتسلم حتى لو كنت تستخدمه لـ Prototyping تمام؟ حاجة الـ Code المفترض أنه تسلمه أنه تكون قابل لإعادة الاستخدام حاجة الـ Code هذه الشغلة كثير مهمة في الـ Code ما هي هذه الشغلة؟ إنه تعمل Parametrize لكل حاجة ما يعني Parametrize لكل حاجة؟ يعني بمعنى آخر أنا والله بدي أهدل قيمة معينة ما فيش داعي إنه أنا أعيد تعديل الـ Code عشان أسوي الشغلة هذا في الاستدعاء بس بدل ما مرر سبعة بمرر ثمانية بس خلصنا خلصنا فهي أنت بتعمل Configuration عندك تعمل Parametrize لكل حاجة إنه كل حاجة تقدر تعدلها من خلال الاستدعاء في Parameter ما فيه داعي إنه أنت تعدل على الـ Code عشان ترجع إنه أنت تضبطها لشغلة معينة تمام؟ كيف الـ Environment اللي حينزل عليها المشروع؟ الـ Environment لازم تكون سيرفر لمواصفات تبعه الرام لازم ما تقلش عن كذا لازم يكون Linux لازم يكون الـ Version تبعه الجايفا أو البايتون كذا فأعلى كل هذه الـ Specification بتكون وين؟ في الـ Code و الـ Technical Specification لما أنت تنجي تسلم المشروع كذلك كيف أعمل Deploy كيف أشغل الـ Code لازم تكتب أنت زي ما بتشوف أنت عندك مثلا على سبيل النثال في المشروع في الـ Readme ويقول لك عشان تشغل المشروع تشغل الـ Command هذا عشان تعمل Deploy أعمل كذا خطوات 1 2 3 تمام؟ هذا كله لازم يتسلم هنا في الجدول هذا ستجد ماذا الـ Expect Deliverable لكل رول أعمل يعني الـ Business User ماذا تتوقع منه؟ تتوقع منه أنه يقول لك أنه result good أو لا؟ ماذا الفائدة؟ تبع هذا المشروع لا إله؟ تمام؟ الـ Project Sponsor ممكن أن أنت تتوقع منه إيش الـ Impact تبع المشروع إيش الـ Risk على الـ ROI الـ Project Manager هاي الأدوار تبعته أو Deliverable الـ Business Analyst هاي الأدوار تبعته في الـ Presentation أنه أي نوع من البيانات استخدمها في الـ Presentation في الـ Dashboard تبعته يعني هيحكي هذا الكلام في الـ Presentation تمام؟ كيف الـ Report كيف الـ Report أنه حيتم تغييره وإيش الـ KPI اللي ممكن أنه هي تتغير عنده في المشروع وهكذا هتلاقي أنه كل دور إيش الـ Expect Deliverable كله عنده Data as a Deliverable طبعا هذه الخطوة أو هذه الشغلة أو هذا الـ Deliverable بيكون موجود إذا كان فعلا يعني بتكون applicable إذا كان في عندك New Data collected في المشروع تمام؟ في هذه الحالة أنت بتعمل Share للـ Data تمام؟ لأن مشاركة البيانات مهم جداً ممكن تكون المشاركة فقط داخلياً جواة الشركة تمام؟ أو مجموعة الشركات العاملة في مجال معين أو Public أي حداً أنه ممكن أن يستخدمها آخر حاجة summary طبعا في هذا الباب احنا تعرفنا على الـ Process طبعا الـ Data Science طبعا تتكون من 6 مراحل شفنا إيش هي المراحل هذي شفنا الأكتور المختلفة أو الأدوار المختلفة اللي ممكن تلعب في هذا الـ Process أو تشتر مع بعض في هذا الـ Process إيش الـ Deliverable لكل واحد يعني لكل دور في هذا الـ Process تمام؟ وإيش هي الـ Deliverables بشكل عام؟ شفنا إنه في عندي أربعة Deliverables أساسية وكيف إنه هما حيتشاركوا في الأربعة Deliverables الأساسية هذه هكذا نكون خلصنا هذا الباب في حدا عنده سؤال الاستفسار شفنا